الخطيئة الأصلية في البداية أقول جزئية أخ نزار أنه ربما حد من الأحباء المشاهدين يسألنا أنت بتقول أخطأنا الهدف هو إيه الهدف؟ الهدف اللي الله أيله في كتابه في العهد القديم والجديد هو أنه خلقنا لنمجده وطالما نحن نمجده إحنا عاملين زي كوكب الأرض اللي بيدور حول الشمس لما هفترض جدلا أن كوكب الأرض خرج عن نظاره لأنه لم يرضى بالنظار ده منذ الخلقة قال لا أنا عايز بقى أستقل بذاتي سيحدث الدمار طبعا فلو اقترب قليلا نحترق ولو ابتعد قليلا ابتعدت الأرض قليلا عن الشمس نتجمد الله العظيم بيقول في خلقته يا إنسان أنا خلقتك روح نفس جسد حتى عندما تكون في فلكي تمجدني أنت تعيش متزن على كل المستويات روحك متزنة نفسك متزنة جسدك متزن طيب الموضوع بقى الخطيئة الأصلية الخطيئة الأصلية ببساطة ده تعبير عن الخطيئة الموروثة التي ولدنا بها واحد هيقول طب أنا زن بإيه آدم هو الكتاب بيقول آدم كان عينة لكل البشرين والله أراد من هذه العينة أنه يقول آدي البشر زي مثلا حضرتك إحنا في الطب عايزين نعمل عينة لأخبار الدهن في الدم أو عايزين نعرف كريات الدم الحمراء الجسم فيه خمسة لتر بس أنا بسحب خمسة سنتي طب ليه واحد يقول ليه أنت هتحكم من الخمسة سنتي أقول له لا من الخمسة سنتي الدم دول بيدوني الصورة الكاملة عن الخمسة لتر بتوعيه الدم نفس الأمر الله أرانا في أبونا آدم وأمنا حوى عينة للجنس البشري فهو إيه اللي حصل الله دهن وصية بسيطة كان كل شيء تحت أمرهم متاح لكن تعدوا وصية الله فسقطوا نتيجة كده الوراثة لذات المبدأ واحد يقول برضو مش مقتنع يقول له طيب إشمعنا إحنا ورسنا من آدم عينين مش أربعة ما كان ممكن آدم الله عمله باثنين بعينين للأمام وعينين من الخلف كل من ولد بعينين من الأمام لماذا أذنين لماذا ليس ثلاثة لماذا أنف واحدة وهكذا الإجابة البسيطة في العلم هناك عوامل وراثية متوارثة من الإنسان الأول على ذات القياس المبدأ مبدأ العصيان ولدنا به أجيب كمان تشبيه تاني هو الأطفال الصغيرين لما بيتولدوا إحنا بنعلمهم بصعوبة أنه يقول كلمة حاضر لكن كلمة لا تلقائي عمره ما حد علم الولد أنه يقول لا قول لا له الولد طبيعي بيقول أبو لا طبيعة الأنانية موجودة الأنانية والعصيان بتحط لعبي مثلا بين طفلين تلاقي كل واحد بشد فيها فما أقدرش أقول أنه أنا زنبي إيه أو أنا مولود متعادل نيوترل لا أنا وارث الخطي وطبعا الكتاب يتكلم عن آدم الأول وآدم الأخير في آدم الأول إحنا يعني ورثنا الخطيئة مثل ما قال داود أنا ذا بالإثم صورت وبالخطيئة حبلت بأم لكن طبعا اللي عم نواجهه اليوم مش بس من غير المسيحيين نعم حتى من المسيحيين نعم إنه ممكن لا يعني تكون الخطيئة بالفطرة إنه لا يعني ما فيش داع أن تحط زنب على أي واحد كل إنسان بيتحمل زنبه كمان أمر آخر إذا أنا من المعارضين لوراثة الخطيئة السؤال لماذا يموت الطفل قبل أن يخطئ طب قلت البالغ أخطأ مات طب ليه بنشوف أطفال مولودين وبيموتوا في الشهور الأول وهو لم يصل لسن البلوغ والإدرام إن أنكرت الخطيئة فلابد أن أنكر الموت من ينكر الموت؟ هو عدو البشرية إلى هذه اللحظة وأنكر آدم وأنكر الخلق وأنكر آدم وأنكر الزبيحة من البداية وأنكر هذا الإعلان الكتابي كله وده طبعا شيء